بالخير عليكم كل سنة وحضراتكم بقالف خير أه فنبدأ مع بعض سلسلة جدا بقناية سسمي سلسلة معلومة في كبسولة حفظ في هذه السلسلة بالبصل سنتحدثون اليوم عن البصل الأحمر الفرق بين البصل الأحمر و الأبيض بالنسبة للبصل الأحمر البصل الأحمر يغمق جدا قديم الشربة الافضل انك تستخدم للشربة البصل الاصفر البصل الاحمر نسبة المية فيه اقل ما بياخدش منك مونة كتير يعني ما بياخدش منك زيت او سمنة كتير البصل الاصفر فيه نسبة مية اكتر فبياخد منك زيت او سمنة اكتر على النقيد تماما البصل الاحمر مش حلو خالص في الطبيق البصل الاحمر بيساعد على فيه حاجة كويسة جدا انك لو الطماطم بتاعتك او القوطة بتاعتك لونها فاتح شوية يعني خضرة شوية مش حمراء قوي البصل الاحمر بيغمقها جدا البصل الاحمر ما تستخدمهوش في الشربة لانه بيغمق الشربات ده اللي تستخدمي البصل الابيض البصل الابيض مناسب اكتر للساندوتشات يعني مناسب لساندوتشات الكريب البيرجر الحاجات ديت ومناسب اكتر للسلطات لانه زي ما قلت لك نسبة المية فيه اكتر في نفس الوقت نسبة البنسلين او انزيم السلين فيه اعلى شوية فما بيدمعش العين قوي زي الاحمر ده من ناحية المطبخ بالنسبة للقيمة الغذائية طبعا كل اي اكتل كل ما كان اغمق كل ما كان احسن البصل الاحمر مفيد جدا فيه نسبة بنسلين زي ما قلنا عالية جدا والانزيمات اللي هي بالدمع العين دي دي مفيدة جدا 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 بشكل اللي تخيلوه بيساعد على تزبيط نسبة السكر في الدم ومفيد جدا لمرضى السكر بيخفض نسبة كولسترولي للضار في الجسم بي مفيد جدا للضايت انصحكو بيه يعني انصحكو جدا جدا بيه بالنسبة البصل الاحمر البصل الاصفر طبعا ضعيف جدا من ناحية القيمة الغذائية بصوا من ناحية ده من ناحية القيمة الغذائية نرجع تاني للمطبخ بصوا التقليب بتاعت الكشري التقليب بتاعت الكشري والبصارة والكشك والحاجات دي ده ممتاز اولا زي ما قلت لك من شوية ما بيشربش زيت كتير سنين بيغمق معاك بسرعة ده ما ما تحرق فيه ما بيغمقش بسهولة ابدا ده يعني بيشرب زيت كتير ما نصحكيش انك تعملي تقليه بيه خالص ده مناسب جدا للتقليه واقول لكم علومة تانية برضو قلتها قبل كده في فيديو بتاع زيني ناقل خضر صاح اللي ما ساعدهوش الحظ يعني وشاف الفيديو دوت هقولها للكو تاني البصل دايما لما تيكي تشتريه خد يبالك ان دي تكون قصيرة زي ما انا جاي بها كده انا بنقيها قصيرة ما تنقيش اللي بتبقى بالطول ديت عشان دي من اي نسبة رطوبة من هنا هتبصت لقيها زرعت معاك وغالبا لو ما زرعتش هتبصت لقيها مخوخة من جوا اللي بتبقى طويلة من فوق ديت بتبقى مخوخة من جوا يعني فيها نسبة فراغ كبيرة وطبعا هقولك على حاجة مهمة جدا نقي احجام بصل مختلف يعني بصل صغنون لسلطة وبصل متوسط للطبيخ وبصل كبير للتقلية وكشاري عشان ما تطريش انك تقطع البصل المصين وتسيب نصها في التلاجة لان البصل دي توم ما بتتشال الاشرة بتاعتها من عليها بتبقى مما ثابت فلتر للجاو فلتر للجاو بتعمل ايه بتنتص كل الجرسيم اللي حاوليها وكل المقربات اللي في الجاو فعشان كده دايما ما تحطيش البصل في التلاجة لانه بيمتص كل المقربات اللي في التلاجة وبعد كده انت بتستخدميه في الطبيخ تمام آآ وبكده تكون خلصت معلومة النهاردة اتمنى يا رب اكون المعلومة عجباتكم وشير لأي حد حسن انه هيستفيد من المعلومة واشوفكم في فيديو جديد ومعلومة جديدة بازن الله سلام عليكم